أكثر من ثلاث سنوات مضت دون تطبيق فعليا للقانون رقم 58 المتعلق بمنهضة العنف ضد المرأة قانون ساهمت في سياغة بنوده الناشطة الحقوقية بشرة بالحاجة حميدة وها هي اليوم تقف هنا لتنديد بما تصفه تراخيا من مؤسسات الدولة في تفعيل القانون على أرض الواقع اليوم في هذا الكل دولة ويني الدولة حتى في الخطاب فماش كلمة على العنف المسلطة على النساء ما يخرجش مسؤول أول ولا ثاني رئيس حكومة رئيس أمورية ويقول راني أنا ما نش قابل هذا العنف وراني بش ناقف إلى جانب بنسات وازا بش حتى مرامة عنف لا معنوية لا نفسيا لا سياسيا ولا ماديا ولا جنسيا وهنا في شارع الأحبيب بورغيبة وسط العاصمة تونس أطلقت تسع منظمات نسائية صيحة فزع إزاء استفحال ظاهرة قتل النساء على أيدي أزواجهن وتطالب السلطات بتدخل عاجل لمكافحة الظاهرة هذه صرخة فزع نطلقها اليوم بصمتنا دون أن نتكلم دون أن نرفع شعارات من أجل أن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه النساء المعنفات والمسلط عليها العنف سواء في الفضاء العام أو في الفضاء الخاص سواء في الفضاء الأسري أو في الفضاء السياسي سواء في مراكز العمل أو في المحيط الخارجي وفق منظمات حقوقية تضعف معدل العنف المسلط على النساء سبع مرات في فترة جائحة كورونا وبلغ عدد الشكاوى الرسمية المسجلة في أربعة مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف في البلاد أكثر من ثلاثة آلاف اعتداء في السنوات الثلاث الأخيرة بين سنة 2017 سنة إصدار القانون عدد 58 وهذه السنة تلقينا ما يقارب 3000 امرأة وهو نفس عدد النساء اللواتي استقبلتهن الجمعية منذ تأسيس مراكز العنف سنة 1993 يعني على مدى أكثر من 20 سنة تلقينا نفس عدد النساء على مدى ثلاث سنوات فقط وزيرة المرأة التونسية أمال بالحاج موسى أكدت عمل الحكومة الحالية على تخصيص الموارد المالية الكافية لتفعيل مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة بما يضمن استقلالها وحمايتها من مختلف أشكال العنف المادي والمعنوي بينما تدعو مكونات المجتمع المدني إلى ضرورة دعم حملات التوعية في المجتمع لمناهضة العنف ضد المرأة دعوات ملحة أطلقتها مكونات المجتمع المدني في تونس بضرورة تدخل العاجل للسلطات الخالية من أجل تفعيل آليات تطبيق القانون المتعلق بحماية النساء ضحايا العنف جلال موانع الحرة تونس